ملفات إقليمية ودولية ذات ارتباط مباشر بالأمن القومي للبلدين كانت أهم مباحثه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خرطوم وتصدر المباحثات ملف سد النهضة الإثيوبي الذي تعثرت المفاوضات بشأنه بسبب إعلان إثيوبيا البدء في المرحلة الثانية لملء بحيرة السد مطلع يوليو المقبل بغض النظر عن موافقة مصر والسودان من عدمه تطابقت رؤانا على رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبس السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح حقوق دولتين المصاب وما تجسد في إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الخرطوم التي تمر بمخاضى الانتقال ما بعد حكم البشير رحبت بزيارة السيسي واعتبرتها داعمة للسودان وثورته نفتكر هذه الزيارة دعم حقيقي للسودان مسند حقيقي لثورة وشعب السودان لأنها تصوب في خانة تقوية روابط الأخوة بين الدولتين التي ستنعكس على مجرايات الانتقال حرص السيسي فيما يبدو على توسيع دائرة لقاءاته بالمسؤولين السودانيين لتشمل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومحمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وفي كل هذه اللقاءات تركز الحديث حول ما يدعم مسار العلاقات وتجنب ما يعكر صفها ولو بالإشارة إلى ملف مثلث حلايب مثلا لكن بالنظر إلى نتائج الزيارة وطبيعتها يرى مراقبون أنها ربما حسمت خيارات البلدين بشأن التعاطي مع أي مهددات محتملة عليه ربما تكون الرسائل وسط بشكل مباشر لبريد الغيادة الأسيوبية الخرطوم القاهرة في انتظار رد الفعل الأسيوبي تجاه هذا الأمر ما يعزز هذه الفرضية هو ما تم مؤخرا بين الجيشين السودان والمصري من تنسيق وتعاون تمخضت عنه اتفاقات عسكرية وصلت إلى مراحل متقدمة قناعة الخرطوم والقاهرة بعظم التحديات الإقليمية التي تواجههما جعلت من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للخرطوم زيارة أمنية بامتياز هكذا يصفها خبراء يرون أن نتائجها بدأت تظهر الآن بمجرد الحديث عن قضية سد النهضة الأسيوبي وتدائياتها المختلفة عبدالباق العوض الحرة الخرطوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر